اشتركوا في القناة بعد محاولة اغتياء الأولى لم تنجح منذ قرابة الشهرين تزامن مع استدعاء علي عيد للتحقيق علي عيد رفض وأرسل عبر محاميته تقريرا طبيا لا يستطيع الحضور لأسباب طبية والغية قتل وترابل الساحة تصفيات حسابات واشتباكات الشيخ بلال بارودي يطالب الدولة بمعاملة جبل محسن مثل ما عاملت الأسير في صيدة أي القضاء على علي عيد وجماعته رئيس الجمهورية في السعودية الحكومة طبق رئيسي على مائدة مفاوضات وخصوصا ربما مع سعد الحريري استقبال كبير للرئيس يعود إشكال الزيارة الأولى التي ألغيت الرئيس لا يسير بحكومة أمر واقع ولا بثلاثة منات لا حكومة إذن ولا رئاسة ومقاتي يتحدث عن التمديد والرئيس يتحدث عن انتخاب عسكري أهلا بكم في حوار اليوم وأهلا بالأستاذ جورج عطلة عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر أهلا وسألا فيك وأهلا بالكورة أهلا فيك يعني كوراني اليوم الجلسي أهلا فيك والكورة جارة ترابلوس ماذا يحصل في ترابلوس إذا سألتك عن الوضع اليوم بترابلوس كيف تتوصفه يعني الوضع اليوم بترابلوس على مستوى التوصيف منه مختلف عن الأيام الماضية والوضع السابق وإنما هو إذا بدك فيه نوع من التطور للحالات يعني تطور من احتقان لمواجهات هلأ على ما يبدو دخلنا بمرحلة التصفيات الجسدية والمؤسف أنه كثير حكينا بهذا الموضوع وأنه الوضع بطرابلوس يتجه نحو الأسوأ ولا بد من حسم ولا بد من تحكيم العقل وأنه اليوم ألفين أو ثلاثة أو خمسة آلاف متطرف إرهابي عم بيسيطروا على مدينة فيها ثلاثمائة أربعمائة ألف شخص هذا الوضع غير طبيعي فعلى ما يبدو التساهل بالحل الجزري لوضع موضوع طرابلوس والأمن بالطراضي والتوافق وهذا شيء ما بيجوز عم بيؤدي لهذه الحالة اللي نحن عم نعيشها اليوم إذا بتسمح لي ناخد زميلتنا نانسي صعب موجودة أمام المحكمة العسكرية كان من المفترض اليوم من المفترض مطول أسيد على عيد الأمين عام بالحزب العرب الديمقراطي والنائب السابق لكنه أرسل تقرير طبي مزيد من التوضيحات والمعطيات مع زميلتنا نانسي صعب أمام المحكمة العسكرية صباح الخير نانسي أعطيك العافية صباح الخير جورج لألك ولضيفك أستاذ جورج عطل على العافية شكرا لألك نانسي تفضلي شو عندك معطيات نعم جورج بالوقع يعني كما كان متوقع لم يمثل النائب السابق على عيد أمام القاضي رياض أبو غيدة بيئة المحكمة العسكرية وبالفعل حضرت محاميته وهي شقيقته هي معيد إلى المحكمة العسكرية وبالتالي حسب معلومات الأو تي في أنه لم يحضر بسبب غياب طبي ولكن مطيت أيضا أفادت أنه هناك يعني مسار قانوني ستتبع وكيلة النائب السابق على عيد ربما يبدأ بمسألة تقديم دفع شكلي بأساس التحقيق وصولا إلى تقديم العذر الطبي واتباع مسار قانوني معين وفي حال يعني لم تقبل المحكمة بكل هذا المسار عندها وفي حال عدم مصول النائب السابق على عيد تصدر مذكرة غيابية بتوقيفه طبعا جورج المسألة مسألة حساسة جدا كون النائب السابق على عيد ليس فقط يعني متهم بمسألة ترتيب أو تسهيل هروب متهمين بتفجير أو ضلوع بتفجيري طرابلوس إنما أيضا هو يعتبر ممثل لطائفة أيضا طائفة العلوية بلبنان أي هو له موقع طائفي وله موقع سياسي وبالتالي مسألة مثوله لها يعني مثل مثوله أو عدم مثوله يترتب عنه نتائج مسألة توقيفه بمذكرة أو عدم توقيفه بمذكرة أيضا تترتب عنه نتائج يعني ترح تعدد استفهمات ماذا إذا مثل النائب السابق على عيد اليوم لو مثل النائب مثلا السابق على عيد عدة استفهمات تطرح ماذا لو كان هذا الملف ففعلا يحمل ما يدين النائب السابق على عيد خصوصا أنه المعلومات تشير أنه سائق أحمد العلي يعني بأقل من 48 ساعة اعترف بأنه سهل بفرار أحمد مرعي إلى سوريا أحمد مرعي المتهم طبعا بالضلوع بتفجيري طرابلس وبالتالي كل هذه المعطيات جورج تطرح أكثر من علمة استفهم تطرح أكثر من سيناريو ما أمام هذا الموضوع وبالتالي يعني وضعت عدة مقارنات لهذه القضية مع قضايا أخرى ومنها قضية رئيس حزب القوات سامير جعجة بالعام 94 وهنا أيضا يوم 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 مسألة توقيف رئيس حزب بظل عدم وجود حكومة أيضا يطرح علامة استفهم مرة جديدة وذاكر جوج أنه أيضا ليس فقط رئيس حزب وإنما أيضا ممثل لطائفة اليوم هي بصلب صراع معين بطرابلوس جبل المحسن باب التبيني وأيضا يعني اليوم مسألة فرع المعلومات أيضا أن رفعة عيد كان له موقف ليفت إن من فرع المعلومات وأن أيضا من مجمل التحقيق يلي جرى بهذه القضية كل المواطيات الأكيد أنه النائب السابق على عيد لن يمثل اليوم وطبعا بانتظار أن يعني يرشح أي جديد من الجلسة التي حضرتها وكيلته هي معيد أما المواطيات أو أجواء الحزب العربي الديمقراطي فإنه هذا الحزب هو تحت القانون ويتقيد بكل القانون كما أكد رفعة عيد باتصال مع الأوتي في جور شكرا لألك الزميلة ناسي صعب من المحكمة العسكرية ببيروت عندك تعليق أم بقرة سيدي الكاتبة نهل الشهال نهر الأحد بجريد الحياة مختصر عم بتقول في شيء غامض وفي شيء مبهم بقضية ترابلوس تفجير الضاحي تفجير ترابلوس وهي بتربط بين اثنين يعني بتقول حتى هون حتى هونيكي ومش معقول لهذا الرابط اللي وصل لعلي عيد مع أنه هي منا مؤيدة لأله لكن عم تقرأ بموضوعية وعم تقرأ خلينا نقول بنظرة أكاديمية للوضع وبناءا على المعطيات اختصارا واستنتاجا تتوصل كاتبة نهل الشهال إلى استنتاج بتقول أنه ما يحصل في ترابلوس مقدر لإله يوصل لهون حتى نوصل على فتنة تولع ترابلوس ولا يعني ما بتخلي حجر على حجر بالمدينة وهي متخوفة أكتر وأكتر اليوم مات سعد الدين غاية ماذا كتب وماذا يراد لترابلوس يعني أنا بعتقد أنه عملية الاستنتاجات اللي وصلت أنه من وضع المتفجرة في الضاحية هو ذات الطرف أو ذات الجهة أو ذات التخطيط اللي وضعوا المتفجرات في ترابلوس هو استنتاج على ما يبدو صحيح الهدف منه إشعال الفتنة على مستوى كل الوطن على ما يبدو هيدا الجزء لم ينجح فزغرنا الهدف بأنه نبلش بالفتنة من منطقة حساسة كتير وعلى تماث مباشرة وبمشاكل يومية فصارت بين جبل محسن اللي هي الأغلبية العلوية مع ترابلوس اللي هي الأغلبية السنية هلأ في شيء أساسي أنا بحب نوها له بهيدا الموضوع أنه بالأساس الجهات القضائية أو الجهات اللي بتتولى التحقيق من المفترض أنه نحن يكون عنا ثقة فيها نحن اليوم نعيش أزمة ثقة بهيدا الموضوع يعني قبل ما ندخل بصلب الموضوع وبالأساس فيه شيء من حيث الشكل من حيث الشكل الفريق المتهم اليوم هو بيرفض رفض قاطع أنه فرع المعلومات يتولى التحقيق ويرفض النتيجة اللي وصل لها فاليوم في عنا أزمة ثقة بهيدا الموضوع وبالتالي ما يبنى على هذا الموضوع هو مرفوض جملة وتفصيلة من الفريق المتهم وبالتالي نحن رح يبقى بإتجاه لرفض بشكل كامل وأنا بعتقد لليوم ولا بكرة أنه بالسبق على عيد رح يحضر وبالفعل نحن رحين بأزمة القضاء شو رح يقدر يعمل بهيدا الموضوع لوين الإجراءات القانونية رح تقدر تخدم القصة تدفشها بموضوع الدفوع الشكلية وغيرها فهيدا الأيام يعني بكرة بتشوف لأنه كمان ما رحونا هذا بموضوع التسوية بكرة إذا صار التسوية هذا الموضوع كيف يبنحل هل نحن قدام قضية مشال السماحة جديدة أنا بعتقد أنه الموضوع هو أخطر بهذه الحالة بكتير لأنه بموضوع الوزير السابق مشال السماحة خليني يقول تداعياته على الأرض كانت كتير محدودة بالمعنى الحراكي على الأرض أما اليوم تداعيات اتهام نيب السابق على عيد وانبرة يعني شيخ الطائفي العلوية تيقول أنه هذا رمز الطائفي بأكملها والتعرض لأله الشيخ أسد عاصي والتعرض لأنيب السابق على عيد وتعرض لطائفي بكاملها هذا ينبئ يعني بخطر اللي جاي على الترابلوس وعلى الجو اللي فيه فأنا بفتكير أنه اللي ما قدروا نجحوا فيه بموضوع الوزير السابق مشال سماحة نحن اليوم قدام أزمي أكبر بكتير حاليا من يحاصر من بترابلوس أستاذ جورج هل صحيح أنه 40 ألف علوي يحاصر 400 ألف ترابلوس أم 400 ألف ترابلوس يحاصرون 40 ألف علوي خلينا نحكيها بصراحة من يحاصر من يعني فيه فيه ناس عم تعطي حجم أكبر لجبل محسن وتشبه بتلزعتر أيام الحرب اللبنانية إنه هيدا شوكي في خاصرة المناطق المسيحية هلأ جبل محسن شوكي في خاصرة المناطق السنية بدنا ننبش على ظرف معين تنقدر نشيله هل بدأت هالمرحلة أنا بعتقد ممكن يكون بعض يكون عنده هيدا الهدف وهيدا اللي بيشعل الفتن مثل ما هو مطلوب أو مثل ما هو مخطط لأله ولكن أنا بعتقد إنه كمان تضخيم حجم وقوة وهالة جبل محسن العسكرية والإدراء العسكرية هي منى بهيدا الواقع مع عدم إلمامي على الأقل بأنه بتفاصيل هيدا الوضع ولكن أنا اللي بقوله بهيدا الموضوع إنه من يحاصر هناك خمس تلاف متطرف مرتبطين بخطة خارجية يحاصرون أربعمائة ألف سني في طرابوس ويحاصرون خمسين أو أربعين ألف علوي في جبل محسن يضعونهم تحت رحمتهم مية بالمية مية بالمية يضعون تحت رحمتهم وخضعين لأجندة خارجية هيدا الأجندة الخارجية هي ساعة بتوتر الأجواء وهي بتتوقفها وهي بتحركها اليوم اغتياج سعد الدين غيا هو رسالة مواجهة لحزب الله هذا مؤرب الرجل من حزب الله يعني في معركة ما بعرف أنا إذا الهدف أنه نوصل للمعركة أو نقدر نجرح هذين مرة بحاولوا اغتياله بزرف شهرين زوطت معه اليوم صحيح بالنهاية خلص فيه تأصد فيه تعمل فيه تأصد على الأقل أنا بعتقد على الأقل أنه فيه أصد لإلغاء أي مظهر أو أي وجود مؤيد أو متحالف مع حزب الله أو فريق 8 أدار بمنطقة ترابلوس فيه هدف لإلغاءه قد لا يتطور هذا الهدف لمواجهة مباشرة مع حزب الله ولكن لرسم حدود بين المناطق ورسم حدود بين ما بعرف إذا بين الطواقف حتى لأنه يعني من الجو اللي منعيش ونحن على تماث مع ترابلوس كقضاء وكمصالح مهنية وإلى آخره منحس ومنشوف أنه في كتير من الناس اللي كانت تعيش الخليط بقلب ترابلوس بطلت تعيش هذا الخليط وصارت من كفأة صوت مناطق أخرى باللغة السياسية هل مسموح الكلام اللي قاله رفعة عيد أنه فرع المعلومات هدرنا دمنا نحن منهدر له دمه عم بقول باللغة السياسية الداخلية هذا الكلام يوصل إلى شيء هذا الكلام يعني الهدف منه نوع بفتكر أنا على مستوى شارع العلوي نوع من التطمين ورفع المعنويات لأنه عم بيحسوا حالهم الجماعة أن المستهدفين بشكل كامل يعني ما بنا نرجع عن عيد الحديث ولكن رمز الطايفي بالنسبة له المستهدف مستهدف بشكل مباشر يعني اليوم أنه هو وراء تفجير ترابلوس وهذا معناته يؤدي إلى الإعدام إذا جاز التعبير بهذا الموضوع أن نحكي قضائيا بحكم محكمة وبالتالي الجماعة بجبل محسن بيعتبروا أنه هذا استهداف لقطع رأسهم بشكل كامل أضف إلى ذلك أنه في تهيئة مثل ما حضرتك تفضلت وقلت في تهيئة للظروف بأنه جبل محسن هو تل زعتر آخر وهو الشوكة بخاصة ترابلوس والمناطق السنية فيجب اقتلاعها فبفتكر أنا هذا الكلام الذي هو أكيد بالأساس السياسية الداخلية وعلى مستوى التخاطب السياسي اليومي ولكن يعني بدك تشوف في الظرف اللي عايشين فيه الجماعة وشو حسين ومن شو متخوفين بتكون ردة فالون على هالأساس بارح نائب محمد كبار اتهم سيد حسن نصر الله بأوصاف ما بدي أنا ارشع عيدة أكيد على الهوى لكن بأوصاف آسية وتعبير جدا مهينة ومشينة بنظر البعض تعبير لأطلع على سمحت السيد اليوم تم اغتيال ساعة الدين غياء نحن مش عم نعمل ربط ولا عم نعمل تحرية هون لكن كلام عن سيد حسن مبارح كلام آسية كتير اليوم اغتيال ساعة الدين غياء هل هناك من أخذ كلامه لأبو عبد كبارة وصارت هايدي القصة يعني بحاولوا صارت العملية بكرة برصيده لأبو عبد كبارة أنت حكيتاك عن سمحت السيد أو وصولك واحد من جماعتك اليوم خلينا نقرأ فيها هايدي شغلي يعني تفضل تفضل أنا اللي عم بقوله بهيدي النقطة بالزيد أبو العبد كبارة بالأساس من وقته أندي لائع الأزمة السورية خلينا نقول لعب دور هايكي المحرك والمزكي للاحتقان وللنار هوني إجا وقت أنا برأيي أطعت الأمور عن إيدهم السياسيين وما يتعطوا بالشأن السياسي بطرابلوس وبطلوا مسيطرين على الناس اللي على الأرض في جزء منه محاولة للاستلحاء وهي المزيدات ورفع السقف محاولة للاستلحاء وإبقاء وجودهم على مستوى الخطاب وعلى مستوى التأييد الشعبي من ناحية ومن ناحية تانية كيف يفسر تخصيب الأرض باتجاه باتجاه معين هيك يعني اليوم أكيد نحنا بدنا نزكي هيدا الشي بدنا نقوص على العالي منهيج الأرض بصير في ردة فعل على الأرض هيدا طبيعي يعني ما بده جهد ولا منكون عم نظلم يعني إذا كان نيب فعلا وحريص على نيب شو دوره يكون حريص على منطقته وأمن منطقته وأهل منطقته إذا حرصوا بهذه الطريقة معنات هو يعني يأخذون على المهوار كمان يعني هذا واضح هذا الشي أوت مبارح سمعنا كلام رد على مكتب وزير الدخلية في حكومة تصريف الأعمال ماروان شاربيل رد على للا رفع تعيد ورد بكلام كمان كمان قوي على هيدا الكلام أنه هذا الكلام تكفيري وأنه الكلام عن إباحة وتحليل الدم هو كلام تكفيري ولا يجوز قوله سمير جعجع رئيس الحزب القوات بيقول أنه كويس كلامه للمروان شاربيل لكن هذا كلام بالسياسي بدنا رد عملي على الأرض لازم مطلوب أنه يتحرك لأنه هذا الكلام بالمقابل جماعة جبل محسن عم بيقوله أنه وين كان الوزير شاربيل وين كان سمير جعجع وقته كان أحمد الأسير ويهدد بالويل والسبور وعظام الأمور وقطع الرؤوس عن الطالع وعلى الناس بتلاقي أنت فيه الغتام بالدولة هون ولا كل عملية بدأ تعالج على حدث واضح أنه فيه لغتين وفيه صيف وشتي واللي بدأ كيبه هذا الموضوع ولكن أنه اليوم مطالبة إن كان رئيس حزب القوات اللبنانية أو أي طرف تاني وزير الداخلية بإجراء فعلي وميداني على الأرض أنا بأيده بهذا الموضوع نحن بدنا إجراء ميداني وفعلي على الأرض والدولة تبسط سلطة ولكن هذا الشي بدأت تشوف مين عن يمنع هذا الموضوع وما من طالب لأنه لدينا مصلحة أو ضد خصمنا السياسة وقته حليفنا بيكون هو بهذا الموقع من غطي عن الموضوع فالمشكل هو مشكل فعلا على مستوى السئة على مستوى حتى إدارة الملفات بالبلد في كتير للحقيقة ما بقى يقبضوا وللأسف هذا الشي وزير الداخلية أو الأجهزة الأمنية على محمل الجد على اعتبار أنهم بيشبهون بأنهم منحل الموضوع من قابل قطع طرق أو مجرمين أو بيسمون قادة محاور أو إلى آخره أو معتدين على الأجهزة الأمنية أو على سلطة الدولة وهيبتها أو على الجيش اللبناني ملوح من المفاوضات معهم فهيدا الوضع هذا الوضع أكيد رح بيوصل لأن الناس تعتبر حالة غير محمية من قبل الدولة وغير معانية بتصريحات رجالات الدولة وبالتالي بدت تنحو باتجاه شد عصبة وهذا شي مؤسف الحقيقة ما حدا بيقيدوا ولكن هذا اللي عم بيصير على الأرض في عندي كم سؤال المشاهدين الكرام عم نشركهم بهذه الحلقة من باب طرح الأسئلة وتحضير واستطلاع الرأي من قبلهم شو بيحبوا يسألوا في عندي مشموعة أسئلة خليني أسأل من بيناتها في أسد دراوي ما بعض إذا أنا عبر فز اسمه مزبوطي عذرني أسد دراوي بيسأل أنه من هم المحركون الأساسيون في طرابلوس يعني مين عم بيتحرك بترابلوس هل أنه أهل الداخل أم أهل الخارج أم الكل مجموعين مع بعضهم لا واضح واضح أنه الحركة الفعلية بترابلوس هي من مرتبطة بأهل المدينة وهي دا شي مش بس بالتحليل السياسي وإنما بإرتباطنا اليومي يعني نحنا يعني أنا بسمح لحالي أقول هيدا الشي أنه أنا ابن الشمال وعلى التماس مع طرابلوس وأهل طرابلوس اللي هني زملائنا إن كان على المستوى المهني وأهلنا وجيراننا وإلى آخره وبالتالي الناس هني بهيدا الموضوع هني عم بيعترضوا وعم بيشكوا وعم بيقولوا نحنا متركين ونحنا في جهات خارجية وأغلب اللي عم بيعملوا هالأحداث هني مش من أهل طرابلوس هلأ هلأ يمكن أنا بالنسبة إلي في عنده المسئولية هي مسئولية ترفض هيدا الواقع والتعبير عنه ما بعرف قديش هني بيعتبروا أنه عندهم المجلة هيدا الشي هذا بيصير شي شيء آخر شو تأثير عم بيحصل على الكورة سي جور يعني أول شي خليني أقول أنه بالكورة نحنا منعيش هاجس يومي يعني أنه ما يتغلغل بمناطقنا الناس من هالجو التكفيري وإذا بدك تروح على مطرح أنه تشد باتجاه فتنة واستهداف الناس هي الأرض خصبة بتصير لأنه بين قضاء في غالبية يعني إذا بدنا نحكي بهذه بهذه اللغة في غالبية مسيحية وفي تواجد إسلامي وأنت على تماثم مع قضاء كبير مثل ترابلوس عبر البحصاص اللي هي ممكن الوانطقة الأهدى وممكن عبر أبو سامرة والألمون من جهها واليوم القوى الأمنية عاملي حاجز كبير يعني القوى الأمن الداخلي بين الكورة وبين أبو سامرة بفتكر أني خشيين من هيك شي الأمن العام عامل حاجز كثير كبير بين الكورة ومدخل ترابلوس على البحصاص من جهة الألمون بفتكر كمان الوضع معروف شو هو فكل هيدا الجو أكيد عم بيأثر في خشي عند الناس في محاولات حتى من يعني خليني أقول البلديات أو عم تحاول تعمل نوع من المراقبة الزيتية ما بنا نقول أمن ذاتي ولكن نوع من المراقبة الزيتية على دوام الساعة حتى تحاول تضبط بالتعاون مع أهلنا يعني بالكورة كرمال هيدا الموضوع ما يكون مرصود إذا جاز التعبير بس في خشي فعلية من أنه يصير في تسلل وفي محاولات يعني تمرير سيارة من هون عبوي من هون ثلاثة أربعة أيام شفنا اجتماع أمني سياسي علمائي بترابلس فيشيل برأيك يعني كان الوزير شربيل متفائل بهذا الاجتماع اللي صار عندك قضية رفعة عيد على عيد أحقاق الحق المهرجان الغديال لليوم الغديال لليوم كلامه للشيخ بلال بارودي كلام كثير معبر وذكرني نطالب الدولة بمعاملات على عيد وجبل محسن مثل ما عملته عبره والأسير يعني ضرقه ضوء على يوم أنا بعتقد الوزير مروان شربيل ما كان متفائل وإنما كان عم بخليني استعملها كان عم بيدعي التفائل للأعلان فقط لغير يمكن بيعتبر أنه هذا الشي شوي بيريح الناس مفروض كمسؤول أنه ما يرعبون أكتر من ما هني مرعوبين يمكن بس يمكن محله محله حدا تاني ما بيعمل هيك ولكن هو منه متفائل واضح هذا الشي والنتيجة على الأرض يعني لو فيه منصوب 20% من تفائل كان تمد الوضع أحسن أكتر من هيك السؤال المطروح شو الهدف من مهرجان أحقاق الحق يعني إذا أنت مواطن مرائب عم بتشوف أنه هيدا مهرجان مفعول رجعي لتفجيري ترابلوسي اللي من شهرين تعبوي من ناحية تعبوي من ناحية تانية محاولة قطع الطريق هون الأساس قطع الطريق على أي محاولة للتهدئة وقتع الطريق على الاجتماع العلماء مع وزير الداخلية وقتع الطريق أمين على الخطة الأمنية اللي تدرس واللي أصبحت مثل كنز علي بابا مضرب أي مغار ما بقى فينا نشيل الخطة الأمنية لترابلوس حتى نحل المشكل هوني هيدا نوع من قطع الطريق على كل هالأصص هيدا حتى خلاص ورسالتنا واضحة أساسا من حوالي الشهر وقت رجع على ما أذكر سعد المصري سعد المصري بترابلوس عملوا له مهرجان استقبال كأنه أحد الغزاية الفاتحين ورجع بالمؤتمر الصحفي اللي انعقد بيقول أنه نحن لن نسلم سلاحنا طيب الخطة الأمنية على شو قائمي مش عادة سليم السلاح والدولة هي وقتل بيجاوب هيدا الموضوع كله هيدا بسليم السلاح ما لازي يكون من الميلتين أكيد من جهتين أكيد كل السلاح الداخل بيكون من كل الجهات مش بس من الجهتين بس في فريق عم بيقول أنا تحت سقف الدولة وأنا ملتزم بقرارات الجيش وإلى آخره وفي فريق مش عم بيرد عم بيقول أنا ما بسليم السلاحي عم بيردها بمعضلة أكبر خلينا أختم ملف ترابلوس مش رح أختمه بس عم بقول بالنسبة لأول إذا صادرت مذكر التوقيف غيابية بحق النائب على عيد وطلعت قوة أمنية طلعت تجيب واستضمت بحراسه وبيته مفتوح على الحدود السورية وحواله بيته في ألف واحد أنا عم بقر يلي عم بقرهم بالجرايط شو معناتها هادي وما قدرت الدولة جابتها خليني إذا بتسمح لي ما جاريك كثير بالصورة للآخر يعني أنا في أمشي معك لحد ما تصدر المذكرة وفي وقت هلأ لا نوصل لا نوصل لا غير هيك توصل يمكن أكتر شي بتطلع المذكرة ولكن أنه تطلع قوة أمنية تحتى تنفذ المذكرة ما فيه ناس أقل منه بكتير صادر فيهم عشرات المذكرات بيتوفقوا فيه المرات بيحجز على الطريق والمذكرة صارت ثلاثة أربعة سنين يعني موجودة فأيدا شي مش حيصير ناخد أول بريك سيد جورج عطل عضو الهيئة التأسيسية في الطيار الوطني الحر نرجع بعدها لمتابعة حوار اليوم أهلا بكم في حوار اليوم وأهلا بجورج عطل عضو الهيئة التأسيسية في الطيار الوطني الحر كيف تقرأ زيارة فخامة الرئيس إلى السعودي شو بتتوقع منها شو بتتأمل منها ولا سمح الله هل بتلاقي نتائج سلبية منها خليني أقول أنه إذا ما في نتائج سلبية أكتر من الوضع القائم ولكن بحسب القراءة لهيكي خليني أقول الأولية ما في نتائج إيجابية من وراها لأنه الموضوع هو أكبر من أنه اليوم ينحل بزيارة بين رئيس الجمهورية وللسعودية واحدة لأنه الموضوع الإقليمي الأكبر هو بموضوع التسوية بموضوع المفاوضات النووية مع إيران هذه الأمور الأساسية اللي رح تحكم التسوية كلها بالمنطقة وبالتالي الزيارة خليني أقول يمكن مفضلة أن تصير بعد سوق التفاهم اللي صار أو إلغاء الموعد السابق لرئيس الجمهورية ونوع من ترطيب الأجواء على الأرض بس أنه نتائج إيجابية فورية على الأقل ومش متوقعة منها لماذا يرتاب ويشك حزب الله بهذه السيارة؟ في مواقف مرتابة يمكن لأنه السعودية حتى هذه اللحظة لا تزال تصر على تشكيل حكومة أمر واقع لا يمثل فيها حزب الله بفتكر أنه هيدا شيء الأساسي ومشين هيك اليوم إجت ردود واضحة يعني اليوم رئيس قتلة الوفاء للمقاومة النايب محمد راعد بيقول واضح أنه نحن ما منوافق على حكومة بتكون هيك وهذه الحكومة لم تستطيع في حال شكلت لم تستطيع العمل ونحن سنكون مناهدين لأله وبالتالي بفتكر رسالة واضحة بهيدا الاتجاه الموضوع السعودي لا يزال حتى هذه اللحظة لا يطرح إذا بدك التسوي وعلى ما يبدو الفريق السعودي بعده وراء فريق 14 قدار لعبي خليين يرفضوا حتى صيغة 9-9-6 لتشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي حزب الله من هالمنظر هيدا يتوجس شرا من هذه الزيارة فخامة الرئيس وأطراح قال أنا أخذ معي وفد إداري مش سياسي يعني ما أخذ معه وزراء أو حدا عشانت تكون الزيارة خلينا نقول وجها اللي وجه بركي فوجئنا هناك إنه جلالة الملك طلب من الرئيس سعد الحريري يكون حاضر بالاجتماع شو معناتها هيدا؟ أنت كيف تقرأها كمرائب كسياسي؟ خليني يقول أنا كسياسي أو أنا رأيي مفروض بالأول رئيس الجمهورية يرفض هيدا الموضوع إذا كان رايح من هون رئيس الجمهورية على رئيس وفد إداري وما بده السياسيين هيدا واضح بيكون ممنوع اتنين أنا بدي أقول أكتر من هك حتى لو رئيس الجمهورية كان أخذ وفد معه الوفد يكون مسمى مسبقا وبالتالي أي حدا طارق بأي دولة تانية ما في يجيه مثل كأنه رايح فيت على مطعم ولتقب أصحابه وفد عدويين عم يدردش هذا اجتماع قمة ملك ورئيس الجمهورية مش إنه مفروضهم نتسلع أما إذا كان نيب سعد الدين الحريري هو ضمن الوفد السعودي فكمان نحن قالنا قول آخر وبالتالي يعني يحدد ضمن أي وفد بدي يكون بفوض اللبنانية أو بدي يفوض مع اللبنانية دعنا ناخد موقف منه شيخ سعد الحريري بالآخر إذا لبناني تنتعطع على الأساس وإذا لا بيفضل يكون سياسي سعودي تدرب أجواء التفاهم والتحور والانفتاح بين التيار وبين مستقبل أنا ما عندي لقدر أدرب شيء أنا كثير عن البيان اللي طلع واللي نفاه بعدين التيار لكن خلينا أنويك بهذه النقطة خلينا نقول رئيس سعد الحريري حضر الاجتماع الملك ورئيس الجمهورية أنت عم تعتبره بركيكو مصنف ضمن الوفد السعودي على ماء وجه رئيس الجمهورية اللبنانية والوفد المرافق اللبناني أريد أن أعتبر أنه أنه يبسعد الدين الحريري هو ضمن الوفد السعودي وكان ضمن الوفد السعودي نعم ويحكي بالموضوع الحكومي بيحكي من جهة السعودية شو رأيها بالموضوع طيب نحن عم نرئيس العماد عون والرئيس بري وحسب الله دعيوه للرئيس الحريري يجي طاع وسلم الحكومي عن أول وجديد على ما يبدو أخذ خياره وصبتوا أنه ضمن الوفد السعودي على ما يبدو هذا بيدل لأنه الوضع ما أنه بعد كلها لأدي مرتاح سوصا بعد اللقاء الأخير بين التيار والمستقبل خلينا نفصل بين شيئين خلينا نفصل بين شيئين أنه اللقاء مع الطرف لبناني أو كتلة نيابية لبنانية هي تيار المستقبل أنه هذا شيء بيصير ويجوز ومطلوب حتى خاصة بالفترة اللي بيمر في البلد بأزمة أو بوضع دقيق وحساس خاصة على المستوى الأمني والحكومة هلأ صر مستقيلة فترة طويلة سبعة شهر سبعة شهر هذا هو دي المحسوبين أعلنياً أما في وقت ما كانت مستقيلة أبل هذا الشيء وفي رئيس حكومي تاني مكلف وما في إمكانية تشكيل حكومة منعرض صيغة بتطير الصيغة بتنعرض صيغة تاني كمان ما بيتوافق عليها يعني كل هيدا الجو بيسوى أنه يصير فيه تحاور بين كل الأطراف ويقعدوا يحكوا مع بعضهم نشوفوا فيه أمور يومية والحياتية نقدر نتفق عليها وننظم خلافنا السياسي والأمور المطلبية ولحسن سير المؤسسات البلد مفروض نقدر نلاقي نقاط التقاء يعني ونقدر نتفق عليها هيدا شي مطلوب أما من أول اجتماع نجي نقول أنه والله الأمور صارت ضح وما في أحلامنا وعشوية رح نكون حلفة بالسياسة لا بفتكر هذا كتير بكير بعد عليه هل تكون هل يرضى الأمريكيون أنه تتشكل تتشكل حكومة في لبنان صنعة في السعودية هلا في فرق بين التمنى وبين قدرة التطبيق لا يرضى عن السعودية عن السعودية هم بيقرروا عن السعوديين ببلغون السعوديين والسعوديين ساعتها أو بتمسكوا أو برخوا حسب التمنى الأمريكي اليوم الأمريكي ما بفتكر بوضع أنه يرضى بهذا الموضوع لأنه التحولات على الأرض الإقليمية بين موضوع السوري والمفاوضات النووي موضوع الإيراني والموضوع الروسي بالمنطقة ما بفتكر الأمريكي اليوم بيقدر يلعب سولو وبيقدر يقرر اللي بدو إياه وبيشد على الآخر بهذا الموضوع لبل ظهرت ببعض المفاصل الصغيرة من حوالي الشهر لليوم صار نوع من التباين أو الكباش ما بين الأمريكيين والسعوديين على خلفية المواقف من سوريا والموضوع الإيراني فبفتكر الأمريكي منه كثير اليوم رتاح بالتعاطي مع السعودي ما يعني لك التوقيت الإقليمي لزيارة الرئيس لليومي للسعوديين تحديداً توقيت الإقليمي يعني الخلاف الأمريكي السعودي الاتفاق المبدئي الإيراني الأمريكي الاتفاق الروسي الأمريكي هذا التوقيت ماذا يعني لك بزيارة؟ يمكن يكون نوع من محاولة السعوديين للاستلحاء بأنهم لعب أساسي بالموضوع اللبناني ويحاولون جزء من الطبخة اللي عم تتهيأ هذا شيء بفتكر مش أكتر من هيك يعني السعوديين على هيدا وفيه ممكن تكون كمان عم بيوجهوا رسالة تانية للأمريكيين عم بيوجهوا رسالة إنه نحنا لاعب أساسي في الموضوع اللبناني بمعزل عن اتفاقنا نحن ويك نحن قادرين في فريق كبير يعني بيتفق معنا وبيخد بتوجهاتنا وبالتالي هيدا الموضوع منه بها السهولة أنتو بتتجاوزونا هون هل تشكل في لبنان حكومة طردية للسعودية بيحمل الوضع في لبنان حكومة طردية للسعودية مقايضة بين السعودية بين جنا grass 2 وبين حكومة في لبنان مبع multiplic ما بفتكر ما بفتكر بيصير هيدا الشي ما بعتقد أنه اليوم الحكومة في لبنان رح بتكون حكومة طردية للسعودية مقابل مكاسب اخرى لأنه brawn بلبنان يعني واحده بده مؤتمره وواحده بده مشاريع تستعمل طردية لكل الاطراف لأنه لا يوجد ترضي السعودية في لبنان وزع على بقية الأطراف تاري رود لارسن وساعد الأمين العامل للأمم المتحدة يقول لبنان يواجه الوضع الأخطر في تاريخه اليوم ماذا يقصد؟ هذا كلام عن لسان مسؤول أمم كبير وقاله علاقة بالشأن المحلي ووقف كان له يدية هو داتلف ملس بتوقيف الضباط الأربعة قاله دلالات لبنان يواجه الوضع الأخطر في تاريخه في تاريخه مش عم بقول في هذه المرحلة في هذه المرحلة في تاريخه صحيح يعني اليوم أساسا بركي شقفول البلد صحيح يعني اليوم المرحلة اللي عم نعيشها من كم سنة إلى وراء لليوم على ما يبدو وفق خريط التقسيمات حتى يعني جغرافية وإعادة تقسيم المنطقة وفق قواعد تانية قد يكون القواعد الأثنية والمذهبية هي الأساس بهذه المرحلة والنزاعات اللي عم تخلق بهيدا الاتجاه هي دليل على شيء قد تكون هيك وبالتالي اليوم لبنان منه بعيد يعني وقتا كانت تكون مرتاحة بكل الدنيا حوالينا يكون لبنان وضعه مش كتير مستقر فكيف إذا هلأ الوضع يتجن نحو تقسيمات وحتى بالموضوع السوري بنحكى بهيك وشوف الليبي على الأرض صير هيك شيء السوداني راح بتشوف يعني بكل الجو العام اللي عم نعيشه فيه نوع من هايدي الرسائل اللي عم تبعث قد يكون لبنان منه بمنقى عنا يعني ولكن هل بهيدي المرحلة هل التسويه بترجع بتطير كل شيء هل الاتفاق الأمريكي الروسي قد يكون على بساطة البحث إعادة تقسيم المنطقة وفق جغرافيات أخرى يعني هذا شيء لأيام المقبلي غلت تشوف كلام رئيس الجمهورية لأمانع في تسلم عسكري رئاسة الجمهورية يعطي أمال كبير لعماد أهواجي بأكيد ما في غيره يعني الحقيقة ما بدنا كتير نحكي بهذا الموضوع لأنه على ما يبدو أن يساق فهمنا بكل مرة منحكي بموضوع حتى بنروع رئيس كلام واضح أول مرة يقول رئيس الجمهورية لأمانع في تسلم عسكري رئيس رئيس الجمهورية صحيح صحيح يعني نحن من التحفظات اللي صارت أو من الإشكاليات على علاقتنا مع قائد الجيش ما بدي أقول علاقة وإنما موقفنا من التمديد كان أحد الأصاص أنه اليوم كل حدا يغرا صار برئيسة الجمهورية ما أنا بدي أطرح تساؤل معين أنه هل قائد الجيش هل قائد الجيش مقربين لجنرال عون مية من مية وجنرال عون اللي زكي له قيادة الجيش منيح ووقت التمديد قلنا نحن لا يعني على شوية مش عم بحكي عن قائد الجيش ولكن أنه في كتير مرات بيفوت الشخص معاك وبيطلع مع غيرنا يعني مش هيكي بس أنه نحنا اليوم عم نقول معكم كتير لا مش كتير مش أكتر من غيرنا يعني في كل العمل خليني يقول أنا بموضوع قائد الجيش في علامات استفهم على بعض الإداء الحقيقة صار ببعض التعاطي وقت اتعرضوا الجيش بشكل مباشر للاعتداءات إن كان بيأرسل أو بغيرها ما كان في ردة فعل طرحت علامات استفهم عند الجيش وعند المدنية وعند السياسيين حتى أنه اليوم هذا الموقف ما أنه موقف سليم يتعاطى فيها الجيش لأنه تم الاعتداء واستهدافه بشكل مباشر أما الزعم بكل مرة أنه أنا بحاجة لغطاء سياسي أنت بحاجة لغطاء سياسي تدافع عنك عن حالك عن ولادك هذا شيء مش مقبول بس بعبرها طلعوا الفرق وحتى بيعرسار شو بعدين يوقفوا الناس طلعوا الفرق بعبرها ما بفتكر كان قرار إيادي لا ما في حد أن يتصرف دون قرار إيادي بفتكر مبنى الناس اللي على الأرض تصرفوا بعدين إيادي استلحقت هاي دين معلومات اللي عنا واللي بس لا يمكن الجيش ما أنه دكاني مانا دكاني ولكن الجيش دافع عن حاله استهدف صوصا الجيش اللبناني مية بالمية بس الجيش اللبناني إذا في حدا منضبس للبلد هني جيش اللبناني صح 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 بس الجيش اللبناني استهدف من قتلوا عن ناصره وقعوا بكمين مي أكيد وبالتالي حدا فيها قوة تفتح النار وتجيب سريط دبابات وقوة مغادرة موجودة كرمال شو مجتدافع عن حال إلا ما تأخذ قرار إيادي استدعاء قوات تعزيزاتنا الخارج أنا يعني خليني لك المعلومات اللي عندي المعلومات اللي عندي بتقول أنه المجموعة اللي موجودة واللي استهدفت ردت دفاعا عن نفسها وبلشت المبادرة والإيادي استلحى خليني أن يرفض رئيس الجمهورية حكومة أمر واقع هذا الشيء ما بيفتح له طريقة أمام التمديد يعني حزب الله والطيار بيقولوا أنه رئيس الجمهورية عام شغلة كثير منيحة هذه بتترطب الأجواء بينه وبينه وممكن تكون هذه باب للتمديد يعني الرئيس الجمهورية ما بده حكومة أمر واقع ولا ثلاثة اثمانات ولا بده مشاكل بالبلد لكن بالنهاية ما بقى في حكومة لا في حكومة ولا في رئيس الجمهورية ولا في مجلس نيابي ولا فيه فيه شيء أبدا بالبلاد بيقدر يحرك لأمور الدستورية بنوصل آخر شيء دام الفراغ هل صحيح أنه نحن نطرين انتخاب رئيس بسوريا مش انتخاب خليني قول بسوريا بال2014 رئيس الأسد إلى ما بعد 2014 ساعتها ولحظتها بس بيصير عندنا انتخابات في لبنان وبيجي رئيس قريب ل أنا ما بدي أقول أنه الانتظار هو يوفق هذه النقطة بس بس الواضح أنه الموضوع السوري أو العامل السوري هو أحد العوامل المؤثرة بالوضع اللبناني بالإضافة للتسوية بالإضافة للمفاوضات بالموضوع الإيراني يعني كل هذه العوامل أكيد بتأثر على العامل اللبناني فنحن بحالة انتظار لكل الوضع صحيح هلا أما القول أنه إذا مانع بتشكيل حكومة أمر واقع ساعة حزب الله والتيار الوطني بيوافقه على أنه يتمدد له لرئيس الجمهورية خلينا ننطلق من مسلمة أساسية من عدة نقاط أول شيء يعني أنا مني بموقع أقدر أحكي عن موقف حزب الله اللي بياخده بتوقيته ما اللي علاقة فيه بموقف التيار يعني على الأقل نحن بنسجمين بأنه مع نفسنا بموضوع انتظام عمل المؤسسات وأنه كل أشكال التمديد وهذا نحن بنرفضها بشكل المبدئي يعني ثلاثة رئيس الجمهورية بيقول ومصر أنه هو ما بده يمدد ولا بده يبقى ولا لحظة خلينا ننطلق من هالمسلمات التلاتي تنقول نحن على الأقل فيما يتعلق من الطيار الوطني الحر نحن ما بنمشي بالتمديد رئيس بيقاتي بيقول بين الفراغ والتمديد أنا أختار التمديد لرئيس الجمهورية مش عم بيختار تعويم حكومته كمان أيضا هو نفي اليوم أنه هذا الكلام تعويم لحكومته هو نفي اليوم أنه هذا الكلام يفسر تعويما للحكومة لأنه رجع أصار أنه في رئيس حكومي مكلف ويجب أن نتعاون معه لتشكيل الحكومة العتيدي وإلى آخره أما من منظر ومن رأيه أنه اليوم هو بيفضل بين الفراغ والتمديد كلنا سوا أو على الأقل فيما يتعلق فينا نحن كمان ما من نفضل الفراغ بس نحن بين التمديد نحن من المعادلة لدينا شيء تاني بين التمديد والانتخاب نحن ماحن الانتخاب ننتخب رئيس ثاني لشنا نروح على التمديد أو لشنا نروح على الفراغ بالعكس منروح على انتخاب رئيس جمهوري وخلاص بدي يفوت أنا وإياك بالوقت اللي عنا أيضا نفتح ملف اللقاء الحواري الأول من نوعه وبعد قطيعة بين تيار وطني الحر والمستقبل من 2005 أول لقاء جوزيف موريس مالك بيسألك ألي يشكل لقاء التيارين برتقالي والأزرق إحراجاً لحزب الله الداعم والحليف لتيار الوطني الحر لا ما بفتكر أنا اليوم حزب الله هو ضد الحوار وما بفتكر أنا التواصل والتلاقي هو مفروض يشكل أي علامة استفهام على تعاطينا واضح نحن بالالتزامات اللي ملتزمينا بوسيقى التفاهم أو التحالف ما حزب الله واضح التزامنا بهذا الموضوع صار في تباين قبل ما حوارنا نحن أو تيار المستقبل أو أي تيار آخر صار في تباين نحن وحزب الله ببعض التفاصيل بموضوع التمديد يمكن لقائد الجيش بعض الأمور بالحكومة هذا ما بيفسد الأمور الأساسية والحوار مطلوب وضروري أنه يصير بيوصل لنتيجة جامعة بيكون كتير منيح بنقدر نسمر هذا الحوار نحو تكون جسر بين التيار الأزرع والتيار الأصفر إذا جايز التعبير إذا زبطت بيكون كتير منيح بيسألك مصطفى كريم هل من الممكن أن يكون هناك ورقة تفاهم وجلسات حوارية بين المستقبل والعونيين والتيار الوطني؟ يعني الحقيقة هيدا من الأمور اللي طرحت وقت اللي عملنا وسيئة التفاهم بالألفين وستة وقتا عملت وسيئة التفاهم حزب الله طرحت على الملء لكل الأطراف متاعهم نبحث فيها وساعتها بتصير وسيئة وطنية كاملة كل الأطراف يعني من وقعها سوا فيه فريق من قبل قراءتها رفضها رفض مجرد ظهور يوم تعالى عماد عون والأمين العام لحزب الله بصورة وحدة وأخذوا موقف سلبي منها وبعدين حتى مع حزب الكتائب إذا يمكن بيتذكر الأخر اللي عم بيسأل جربنا نوصل لمطرح معين بي ونحطت مسودة مع الحزب الشيوعي نعمل شي فإن شاء الله أي نقاط التقاء تسمر لمصلحة البلد بكون شكرا منيه كمان بدي ضني بالأسئلة أخواننا المشاهدين ميرو هل أنت مرشح تيار عن مقعد الأرتودوكسي بالانتخابات القادمة؟ خليني أقول أنه نحن اليوم بعد بكير على موضوع الانتخابات أنا قدم الترشيحي صحيح عند المقعد الأرتودوكسي بالترشيح اللي صارت بأول الصيف ورجعت هلأ ندفشي ثلاث سنة وشوية بعد في سنة بعدين أنا ملتزم بالطيار الوطني والإيادي منقرر ومنمشي سوا طيب في جورج ياسمين وبيسألك نعم شو تغيب بالكورة بالنواب 8 أدار مش نواب 8 أدار نواب 14 أدار حكومة الزل يلي أنتو خليني يقول في حكومة ظل عم تشتغل بالكورة عم بترائب وتشوف شو عم يعملوا هليك شو عم تعملوا اتنينتكم راضي عن شغلكم بالكورة هل بتكبوا المسؤولية على الغير أم تعتبروا حالكم المسؤولين أيضا في هذه المنطقة العزيزة يلي حقوقها بابا عرف مش مهدورة بشكل كبير مهدورة مثل كل لبنان يعني بعد سبني شكي إنه بلبنان بقولوا مناطق محرومة مناطق شي مبع فيه بقعة واحدة مش محرومة بلبنان وكل البيئة محرومة يعني خليني يقول إنه لأ خليني نبلش بالشي وشي أول شي لا نحن ما منهرب من المسؤولين بنعتبر حالنا مسؤولين بالمنطقة معنا الصفة الرسمية صحيح منجرب نرائب اللي عم بينعمل تحتى إذا فيه مجال نصوب بشي مطرع منستعمل قدرتنا وعلاقتنا مع السلطة السياسية مع الحكومة مع الحكومة مع الوزارات إلى آخره تحتى نيسر بعض الأمور صحيح ولكن للحقيقة الواحد يعني بده يعترف إنه منه هيدا العمل اللي نحن منطمح له نحن طموحنا أكتر من هيك بكتير وبذات الوقت يعني مثل ما بينقال يعني العين بصيرة واليد قصيرة يعني فيه بده جهد أكتر وبدنا إدراء أكتر وللأسف يعني هيدا الواقع العلاقات الحلفاء تأثرت علاقة المرضى بالتيار الوطني الحر من بعد الإشكلات والخلافات اللي صارت أخيرا يعني خليني أقول الحقيقة ويمكن البعض ما بعض فيزا بيقتنع بس أنا بحكي يعني ضميري بهيدا الموضوع الحقيقة برغم كل هيك التبين اللي صار خليني أقول ولا حسينا بمطرح إنه بالكورة صار فيه شيء مختلف عن الحال اللي كنا عايشينا نحن وتيار المرضى لابل على العكس العلاقة كتير منيحة وكان إذا كتب أكتر من مرة ينكتب أرتيكل بالجرايد ويعني الهدف منه هيك التفرئة أكتر وزيدة التشرزم كنا نتواصل وندحك يعني وقتا نقرأ حدا مننا عامل شغلي هو باتجاه التاني عم بيقراها بالجريدة صحيح صحيح فلا أنا بقول يعني بأكد إنه الوضع لأ منه هيك يمكن من قبل هيدا الغلاف وبعد هلأ ما نحل بحاجة إنه نعمل تنسيق أكتر نفعل شغلنا الجماعي أكتر نتعاون أكتر بس هذا ما إلو علاقة يعني هذا شيء إذا بدك تنظيمي تقني على الأرض ما إلو علاقة بالموضوع السياسي الانتخابات اللي قدت إلى خسارة دكتر وليد العزار نعم أمام دكتر فادي كرام هل أيضا أثرت على العلاقة بين الحزب السوري القومي الاجتماعي وبين تيار الوطني الحر يعني أنا بأكد العلاقة بين التيار والحزب منا متأسر لابد على العكس أنا بفترض كان في بعض خليني قول الأماكن يمكن اللي شباب الحزب القومي كانوا عتلينين هم إنه شبابنا ما يكونوا فعالين حسب معلوماتي شايفوا يعني بالنتيجة بالشغل إنه لأ انشغل هلأ طموحهم هنا وأكيد طموحنا معهم إنه كنا نربح المعركة صحيح خلينا يمكن منقعد ونستفيد أكتر من دراسة المعركة ونعطفها على الألفين وتسعة يمكن نطلع بخلاصة أفضل حتى نربح الألفين وإن شاء الله الأربعة عشر تعتقد إنه التحالفات ستبقى هي زيتها بالألفين وأربعة عشر بالألفين وأربعة عشر أعتقد نحن يعني مرضى تيار الحزب السوري القومي الاجتماعي لن يتغير شيء لأنه موضوع أكبر بكتير يعني خليني إليك بالفترة الماضية سمعنا على النوع ما أفضح تسألني كنت عنه نوع من التواصل مثلا ما بين دولة الرئيس فريد المكاري مع أيل الفرنجية أو مع تيار المرادة أو بعض الأمور اللي صارت التواصل البعض بيقول بيننا وبين تيار المستقبل ممكن ما هذا الموضوع أكبر بكتير حدا يقرر فيه بمنطقة هذا شيء على مستوى كل البلد وموضوع بيتخطى حتى لحدود ما حدا فيه أثر فيه ما يقرر فيه على مستوى منطقة صغيرة ما بتشكل يعني حي تحسنيت شوية العلاقة مع الوات اللبنانية ولا بعدها على ما هي من خلني قول فطور وجمود لبل أو قط يعني ما كتير مشجع لا خلني قول يعني العلاقة بعدها متل ما هي على المستوى الأرض ما فيه شيء على الأرض بحكي على الأقل بمنطقتنا يعني ما فيه شيء سيء ما فيه كباش إذا بدك ما فيه توترات هلا ما فيه تنسيق أكيد يعني بالموقع السياسي مختلفين نحن وياهون بس على المستوى خليني نقول الأرض والمستوىات الشخصية ما فيه مشكلة بدا بالكورة فيه وزن سني كبير أنا بعرف أنه فيه ضياع سنية كبيرة وناخبين سنة كتار بيعدلوا فيه موازين القوى من عمل خلينا نقول أنه عبي نشغل على قلبنا وزين القوى بالألفين وتسعة مزبوط بالألفين وتسعة وانتخابات الفرعية أيضا الفرعية كانوا أحسن بالألفين وتسعة أكيده كان فيه صدمة عند أربط عشر مزبوط كانوا أحسن سلسلتها المستقبل فيه ألف خمسمية صوت ترحم من بين إيدي صحيح سمرتوا هيد الشغل الحقيقة خليني يقول بين الألفين وتسعة المعركة على مستوى كل البلد والألفين وتسعة المعركة الفرعية بالكورة الأكيد كان فيه نوع من خليني يقول الدراسة والتوجه نحو الشارع السنة في الكورة لا بتأكيد أول شي أنه حق الاختلاف السياسي إذا كان هذا اختلاف سياسي عن قناع ما فيه مشكل ولكن نحن الكورة كان كل عمره نموذج وبالتالي هذا النموذج يجب أنه صدره لبقية المناطق مش نستورد النموذج آخر هو انفصال وأنه السنة كأنه جسم غريب عن الكورة وبالعمق هني أهل الكورة أما بالصدفة هيدا سني وبالصدفة هيدا أرتدوكسي وبالصدفة هيدا ماروني وإلى آخره هيدا الخطاب بالإضافة للمسوا أنه نحن صادقين باللي كلنا عم نحكي ولمسوا بذات الوقت خليني يقول تراجع عن الوعود اللي نوعد وفيها من قبل الفريق الآخر 14 أدار فكان عندهم أول خطوة بالألفين واثنعش الردي يعني خليني يقول وإن شاء الله عم نتابع نحن وياهونت حتى هيدا الموضوع نقدر نسمره بشكل أفعل وبشكل أكبر كمين أنا بدي شكراك أستيس جورج عطالة عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحور إذا بتحب عندك كلمة أخيرة شكرا شكرا توجه لأبناء الكورة لأبناء غير منطقة كان ملأ لأ يعني أنا بس بدي أقول إذا بدنا نحكي كورانيا الشي اللي كنت عم بختم فيه إنه الكورة هي نموذج الحقيقة نموذج على المستوى السياسة هي عيش عيش مش تعايش بالكورة كان كل عمرنا الخلاف بالكورة بأيام الحرب هو خلاف على الفكر السياسي كان خليني يقول باليمين في كل الطواقف والمذاهب وباليسار في كل بالطيارات السياسية وحتى بالمذاهب فيها الكل فيها الكل المذاهب المسيحية وكل المذاهب الإسلامية ف يعني حرام ما نقدر نحافظ على هالشي ونعطينا موذجرة بقية المناطق وبقية المناطق نقولون أنه اللي عم بيصير يعني لازم لكل نتعاون حتى ما ننجر لهذه الفتنة ونكون أوعى من هيدا اللي عم بيتخطط لأنا شكرا لك سيد جورج أهلا وسألا فيك عضو لائقة أساسية في الطيار الوطني الحر شكرا لكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء حلقة جديدة من حوار اليوم بإذن الله اشتركوا في القناة